في سنة 1956 كان عبد الحليم حافظ تعبان جداً من مشاكل في الكبد عنده وكان الكبد ابتدى ينزف وكانت حالته خطيرة والدكاترة اللي كشفوا عليه نصحوه بالراحة والحالة كانت فعلاً تنبئ بأن أيامه خلاص بدأت تنتهي في هذه الدنيا المهم في الليلة ظهرت له سيدة نورانية وبدأت تعرب له وتمرر إيديها على الكبد بتاعه وقالت له أنت خلاص خفيت فهو قال لها أنت مين أنا لازم أعرف أنت مين فهي قبل ما تمشي قالت له أنا سان تريز المهم عدت الليلة وتاني يوم الدكتور جاله يكشف عليه وعمله أشعات تانية ولكن الدكتور استغرب جداً لأن النتائج بتاعة الأشعات الجديدة كانت تختلف اختلاف كله عن الأشعات الأولانية لدرجة أن الدكتور قال له غالباً أنا كنت غلطان مبارح لأن أنا كنت شايف مشاكل كتيرة عندك في أحد فصوص الكبد ودلوقتي أنا مش شايف حاجة ولأعتراف عبد الحليم حافظ بجميل سان تريز عليه في شفاهه وتقديراً لمعجزتها معاه أهدى رخامة سنة 1957 لكنيستها بيشكرها على عملها معاه على اللي عملته معاه وكمان بنا صور كنستها على حسابه والعجيب بقى أن ربنا مد في عمره بعد هذه المعجزة لمدة 20 سنة وكمان كانت اللي شهدت عن المعجزة ديت دكتورة هدى زكريا ودي سيدة مسلمة روت في برنامج معجزة سان تريز مع عبد الحليم وبطول كانت النسبة حوالي 80% من تلايه في الكبد وقالت أن هي ظهرت له سان تريز وعرفته بنفسها وشافته من المرض وأصبح الكبد سليم بنسبة 80% وأكمل مشواره الفني الطويل اللي هو 20 سنة واللي يروح لكنيسة سان تريز بشغرة هيجد الرخام المكتوب عليه مع شكري العميق عبد الحليم حافظ وكمان كان فيه حكاية دابوس العدرى ماريام فكثير من المواقع والجرائد المنصوك بها كتبت الموضوع ده هو أعلنت جمعية تخليط ذكرى أنها عصرت على دابوس صغير عليه صورة العدرى ماريام متعلق في ملابسه لم تكتشفه أسرته وحسب رواية عبد العليم عون رئيس الجمعية وده رجل مسلم أن الدابوس ده هو حصل عليه عبد الحليم حافظ من سيدة عربية بعد الحفل الأحياء في قاعد ألبيرت هول بلندن عقب 1967 لما أدم أغنية المسيح اللي كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولحنها بليخ حمدي واحتفظ عبد الحليم حافظ منذ ذلك الوقت بهذا الدابوس لكنهم عصروا عليه مؤخرا أثناء تجهيز ملابسه لإقامة معرض لمقتنياته والمفاجأة لما قال عبد العليم عون أنهم عصروا على الدابوس موضوع خلفياءة إحدى البدل والتي كان يرتديها وبشكل يصعب اكتشافه بسهولة ولهذا السبب لم يلفت الدابوس نظر قسرته المعروف أن حليم زي ما قال ابن شقيقه محمد شبانة إلى جانب الأغنية الشهيرة اللي هو تعقد المسيح دي مواقف لا تنسى مع العقباط قبل تقديم أغنية المسيح ويتذكر محمد شبانة نقلا عن والده أن حليم أقام على حسابه صور كنيسة سانت ريز بشوبرة بعدما حضر إليه وفد من الكنيسة لزيارته أثناء مرضه عام 56 ونقل له تضررهم من تهدم صورة وبعد شفاءه من المرض بالطريقة المعجزية اللي شاهدناها في الأول قرر بناء الصور وكتب وقتها لوحة لغاية دلوقتي موجودة مكتوب عليها لروح الكديسة الطاهرة تريزة مع شكري العميق أيضا طبعا كديسة سانت ريز دي كديسة مسيحية ويها طبعا كنيسة كبيرة في شبرة شمال العاصمة المصرية القاهرة وهي أحد أبرز المظارات الدينية اللي بيرحها المسلمين والأقباط في مختلف المواسم وهتلاقي أول ما تخش الكنيسة كتير من اللوحات بأسماء بارزة من فنانين ومثقفين ومواطنين عاديين وكتبين شكر وندور للقديسة سانت ريز وعبد الحليم حافظ كتب لوحة رخمية ثلاث نزور وفى بها وزيالها برسائل للقديسة المحببة لكلوب المصري وكتب اللي هي في اللوحة الأولى شكرا لأمنا الحبيبة تريزة وكتب في التانية باركيني آيات والأم الطاهرة وتضم اللوحة الثالثة رجاءا حارا ويبدو أنها كتبت في الأيام الأخيرة للمطرب الراحل بعد أن اشتد عليه ألام المرض بيقول فيها كوني بجواري آيات والقديسة الطاهرة عبد الحليم حافظ سبتمبر 1976 ويقول رعي كنيسة سانت ريز الأنباء غاسون كان الفنان عبد الحليم حافظ دائم التردد على الكنيسة للتبرك بالقديسة الطاهرة وكان يكن تقديرا خاصا لها حتى أنه كان يأتي مرة أو مرتين في الشهر بعد كل أزمة صحية ليقدم الشكر وما كانش عبد الحليم حافظ هو الوحيد من مطربين المصريين الذي تبرك بالقديسين فقد سبقوا إلى ذلك الموسيقار الكبير الراحل فريد الأدرش واللي كتب على لوحة رخامية كبيرة في نفس الكنيسة نتبارك دائما بروحك الطاهرة يا أمنا الحنوب وأيضا شققته الفنان أسماهان كتبت شكرا على مساعدتي أيتها الكديسة الحبيبة ويقول الأنباء غاسون أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان أيضا من عشاق كديسة تيريزة ويشير إلى لوحة كتبها يقول فيها شكرا للأم الطاهرة محمد عبد الوهاب مايو 1958 وأيضا نوحة أخرى كتبتها كوكب الشرق أم كالسوم تقول فيها أتبارك بك دائما أيتها الأم الطاهرة أم كالسوم أغسطس 1960 بركتها تكون معانا دائما وشكرا